يا ست الكل يا لقلقة يا منورة بكل اجتهد يلي طول عمرك بتدي وعليك الحمل زاد تعالي شوية نحكي عن يامة تحديات شفنا فيها ايد قديرة رفعتنا في الأزمات ما بقاش من الصعب إلا أحلى الذكريات فتعالي نزين حياتنا بالورد والابتسامات ونعيش اليوم بيومه بإيمان وكل ثبات نقرأ الكتاب ونفرح وننشر حب وحياة مشاهدينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج انت لقلقة الحقيقة أنا مستمتعة معرفش ان ايه انتو مبسوطين معنا بالحلقات اللي احنا بنعملها لفترة دي عن ازاي نكون صحتنا أحسن صحتنا حاجة مهمة قوي 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 يعني أغلى حاجة أغلى حاجة هي صحتنا وإزاي إحنا ساعات بنستهضر بيها أو نستهون بيها أو نقول اللي بيعملوا الناس دي نحنا كلنا بنعملوا ودينا بقالنا زمان بنعملوا بنسمع كلام زي كده كتير لكن الحقيقة ان احنا لو قررنا ان احنا نبتدي بداية جديدة ومريحة في نفس الوقت وليها على اللونجران فوايد ده حيبقى أفضل كتير أنا أوعدكم إني إيه وأنا أقول قدام المشاهدين هو كلهم على الهواء يعني إن أنا أحاول أغير بعض الحاجات الغلط في حياتي بعد الحلقات اللي أنا عملتها دي مع دكتور باسم دكتور باسم أيوب يعمل حاجة اسمها تكتكاية حكاية شهيرة قوي ولذيذة قوي أتمنى أن أنتوا كمان تشاهدوا فيها شكرا على وجودك معنا دكتور باسم منورنا ومشرفنا وتعبناك جدا ربنا يبركك ويعوضك عن كل وقت الإمي أنت بتقدم رسالة مش بتقدم بس معلومة أنت بتقدم رسالة حلوة قوي 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 دكتور باسم اللي سمعنا الحلقات اللي فاتت هو مثلت مش بس طبيب لأنه هو كان يعني مريض سمنا نجزة للتعبير يعني وقرر أنه يتحدى هذا المرض ويمشي سكة ورحلة جميلة جدا وحطنا لكم في الحلقة الأولية ويمكن نحطها تاني مرة دي إزاي كان شكله ايه افتر وبيفور وإنتوا هتشوفه اللي من بره لكن هو كمان بيحكي لنا كتير على اللي من جوه الحاجات اللي من جوه اللي اتغيرت في صحيته يعني مذهلة النهاردة حلقتنا جميلة قوي وغريبة عن حاجة اسمها البكتيريا بل البكتيريا الايه الصديقة تعالوا نشوفنا عالدكتور باسم موفيدة بكتيريا صديقة في بكتيريا صديقة وحضرتك بتكلميني أنا ولا بتكلمي البكتيريا اللي جوايا لا أنا بتكلمك إنت دو لقتي معرفش ما هقولك أصلي أنا والبكتيريا لو قرنتي كعدد إحنا إحنا بكتيريا أكتر من بني آدم لا لا فهمها المزيمة لا لا يعني إيه بكتيريا أكتر من بأين أحب عدد خلايانك يا بني آدمين وهو عدد مذهل جدا يتراوح من 10 تريليون التريليون ده اللي هو 1000 بليون بالبي أو 1000 مليار يعني بالمصري 1000 مليار 30 عشرة ل 30 ألف مليار خلايا اللي هو تريليون هنقول تريليون 10 ل 30 تريليون خلايا طيب ده أنا بس إحنا بنقول إحنا مين إحنا بكتيريا الصديقة اللي جوانا والسؤال بقى هي لسه صديقة أو لا ومشكلة لو مش صديقة ليه لأن عددهم على الأقل 30 تريليون وقد يصل ل 300 تريليون يعني عددهم على الأقل زي عدد خلايا جسمنا قد يصل لعشر أضعاف شكرا لما انت بتكلمين انت بص على 80% بكتيريا بس هما من جوه أوه يعني إحنا متخيلين كلمة بكتيريا دي نوتر بازي معيوب بكتيريا أوه يعني إذن إيه؟ يعني إحنا بنتكلمين بكتيريا لا إحنا بنقول بكتيريا دي حاجة مش حلوة هو فعلا مش حلوة كريحة لكن مفيش صحة مفيش رشاقة مفيش عدم اكتئاب مفيش قلة سرطانات مفيش شعور بالسعادة مفيش عدم الدهون على الكبد مفيش انتظام للكوليسترول مفيش مناعة جيدة ضد الكورونا مفيش عدم مفيش تنظيم للأمعاء الإمساك والإسهال والمستقبل لو البكتيريا اللي أنا بسميها مستأجرين الشقة اللي اسمها القولون أيوه أولا الكلام دو فعلا حقيقي الشقة اللي اسمها القولون لأن المعدة والأمعاء طولهم حوالي 25 فت يعني حوالي 8 متر لو تفردوا من البق لفتحة الشارجة على الأرض كده وتقطعه وتفرده كم ساحة مية وتمانين متر مربع تقريبا يعني شقة مين بقى اللي ساكن الشقة دي؟ مش أنا أنا ساكن من برة البكتيريا البكتيريا مأجرها مننا طب الإيجار بيدفعوا ايه؟ صحة لنا وأكل ليهم السؤال بقى احنا فعلا بنأكلهم كل مرة بنفتح بقنا لا هو قبل السؤال ده دكتور باسم بعد إذنك انت بتقول لي في حاجة اسمها بكتيريا صديقة ما هي كانت صديقة وباقت عداوة ليه؟ اللي بيحدد صداقتها لينا ان احنا عايشين مع بعض هذا التناغم اسمه سيم بايوسيس يعني عايشين مع بعض هم عايشين بيكلوا واحنا بنأكلهم ألياف ذائبة ماشي والإنفيرومنت بتاعتهم فيها ألياف غير ذائبة هم بيحب دي بالنسبة لهم بوفي مفتوح اه طول من أكلي في خضار هو بقول وفكهة ومكسرات وزيوت صحية ده الأكل الصح هم كده بيأكلوا ويبقوا بكتيريا نفعة الناس عارفها اكتر بالبكتيريا النفعة بس انا بسميها البكتيريا الصديقة لاني في خلال أيام تبقى بكتيريا عدوة غير صديقة ازاي وتعمل سطو مسلح على القولون بتاعنا وتعصابه ازاي لان هو لما بديها مضادات حيوية بحاولها قتلها والمضادات الحيوية اللي في الأكل هم كدهش المضادات الحيوية اللي بناخدها لما يبقى عندنا أمراض عنيفة دي لازم ناخدها لما طبقتي اكتبها لنا لأنا بتكلم على الأول مضادات الحيوية الأبيوس اللي هو عندك نزل برد واخر مرة من ثلاث سنين الدكتور كتب لك وانت مش عارف انت عندك ايه تروح تكلم من الصيدلية خصوصا البلاد اللي مفيش دكتور او اديني اوغمانتن اديني مش عارف ايه انتباطيك طب انت عارف انت عندك فيروس ولا بكتيريا انت عارف انت عندك ايه لا لا بس اشتغل معي المرور الفاتر ده صاط انا بعمل صاط ومسلح عليهم وهم هيعملوا وضع يد وصاط المسلح على القولون بعد ما احنا عورناهم وبنحاول نقتلهم وبنحاول نقموتهم بتتغير اولا البكتيريا دي عدد هقولنا يصل من 30 ل 300 تريليون رقم رهيب رقم رهيب يعني عايز اقول انا عملت فيديوهات قبل كده بقول فيها اني البراز بتاعت حضرتك وحضرتك رحتها وحشة عارفين كده بس معجزة علمية كل جرام من البراز جوه وقولون في اسمعوا الرقم ده كل جرام يعني حتة قد كده ميت مليار خلية بكتيرية وزن البكتيريا في البراز نص الوزن يعني من كل جرام تلت لنص جرام بكتيريا صديق طيب الدينهم سكر كتير مش بيحبوه قوي يتجننوا عليهم والدينهم مضادات حيوية بتموتهم وتخليهم نوع مش صديق عدوه وكمان كلور على مبيدات حشرية على مواد مثلا مذيبات عضوية في الاكل تبوزهم الجوه اللي هم عايشين فيه البيئة اللي هم عايشين فيها ما بقتش بقت حاجة فيه زي حاجة عدائية كل مرة بتفتح بقك وبتفتح بقك بتفكر في اكل ليك يبسطك وببسط اللي هو انبساط الاجمال بيأذيهم همه مش بس هو ممكن يبسطنه يبقى اكل صح بس هل الاكل اللي بيبسطك انت واحد بالك انه ممكن يبقى مش صحي ليك بسبب قولونك البكتيري الموجودة في العماء الدقيقة وموجودة في المعدة بس بقعدات قليلة اللي هي مثلا الافات بالكتير مئة مليون احنا بنتكلم في مئة مليار في الجروم في القولون عشان كده القولون يقول لك القولون العصبي هو مين عصابه ومين جننه احنا انا اللي عصبته يعني انا اللي عصبت البكتيريا اللي جواه والبكتيريا قلبت عليه ومتعمل انا عملت صوت مصلحة ليهم بالاكل الوحش اللي انا باكله برجر فيه مضادات حيوية وهرمونات ومبادات حشرية ومواد كيموية ومواد سمة خلاص مش مستحملين طيب ايه اهمية البكتيريا احنا قولنا مفيش صحة بس هل من غير البكتيريا دي ما تبقى نفعة وعايشين في السم بايوسيس يعني تناغم في الحياة انا عايش لي بس ما كل صح هم هياخدوا الاكل ده ويحاولوا لأكل صحي ويساعدوني في الهضم بتاع الانزمات والفيتامينات والمعادن ويعملوا كأنها ست بيت شطرة قاعدة في القولون بتزبط القولون ده هي الملكة بتاع القولون لو ست البيت الجننت في القولون وبقت انت مع الصابة كان يعني فهم يقولك هابي وايف هابي لايف انا فهمك هابي بكتيريا هابي لايف طب دكتور باسم قلنا ايه الاكل اللي ناكله انواع بقى او امثلة ايه الاكل اللي ناكله فتبقى عندنا منه بكتيريا صديقة وايه الاكل اللي بناكله بتتحول معانا البكتيريا دارة سهل السؤال ده اشهر اربع خمس اكلات البصل ده رائع مليان مليان فايبرز والياف الفجل ده احنا بنتكلم على البكتيريا الصديقة ياه تا الاكل اللي هي عايزة مستنيها ونفسها هناك بصل جذر فراولة توم موز وبعد كده الحاجات التانية هتيجي مع كمية من الالياف زي مثلا الجرجير الخص الملوخية السبانخ كل ده جواهه الياف كل ده مع بعض بيشتغل مع بعض ان يعمل البيئة اللي يخلي البكتيريا سعيدة وفي سعادتها سعادتنا ارقام تسعين في المية من الخلايا المناعية بتتكون عند الامعاء الامعاء محاطة باعصاب طولها اكتر من الاعصاب الموجودة في النخيع الشوكي في ظهرينا من الراس حتى التيل بون اعصاب حوالين الامعاء الامعاء حاليا مع البكتيريا عضو واحد بيسموه للأسف العضو المنسي نسيناه ليه؟ لانه واقع في الكتب العلمية في مشكلة علمية من الناس مش عارفاها ان البحث العلمي بيطلع واحد ياخد نوبال برايس زي يوشن يورو الأوسومي مثلا كلامنا عنه في 2016 خد نوبال برايس في الأوتافجي عدي 17 سنة بعد الاكتشاف العلمي عشان يتم التطبيق الطبي الاكلينيكي يؤثر على الدكاترا فين بقى 17 سنة 17 سنة الرقم ده معروف على بل ما يتريكل في البوكس الكتب ويتعارف في السوسايتي والبروفيسورز يعرفوه ويعلموه للستودينت بتوحوه ومن الستودينت تطلع دكاترا جديد والدكاترا الجديدة تعلم الدكاترا القديمة تاخد 17 سنة ما عندناش على فكرة 3-4-17 سنة في حياتنا فما فيش وقت نستنى حضرتك كلمتنا عن البصل والجرجير والطوم والموز ده الحاجات الكويسة الكويسة ايه بقى الوحش؟ لا لسه قبل ما ادخل على الوحش فين السمك وفين اللحمة وفين الفراخ وفين الماكرونا وفين الحاجات التالي انا سعيد بكل اللي انت قلتي ده ولا حاجة من اللي انت قلتي ده فيه ألياف البكتيريا بتاكل ألياف والألياف طب ما انا باكل دمعة ده في الوجبة مفيش مشكلة بس هل ده السمك فيه مضادات حيوية؟ هل اللحمة فيها مضادات حيوية؟ قلنا حللنا البول قبل كده ولو سيبروفلاكسيسين نورفلاكسيسين وباكترين التلاتة دولة بيموتوا البكتيريا في بطننا تفتكري هما هي استجاباتهم ايه؟ هم عايشين في سيم بايوسيس عارفة ما مدخل عليهم مضادات حيوية بيحصل ايه؟ في اسم تاني ديس بايوسيس حاولنا من مرحلة التناغمة السيم بايوسية مفيش يعني سيم بايوسيس سيم بايوسيس ديس بايوسيس ده جديد ده ده اللي حصل فقاطني احشاءنا السكان التنانس اللي مقجرين باتنا بيعتنوا بيه وبينظفوه وبينظفوا البوتجاز وبينظفوا الحمام وبينواروا النور وكل حاجة ماشية تمام طول ما احنا فيه سلام وعلاقة جيدة انا اللي مقجر لهم وهم المستاجرين يوم ما ييجوا بالليل هم نايمين ويسمعوا رصاص من بره ده اللي هو المضادات الحيوية بنزبانهم بنحاول نمواتهم هيعملوا ايه؟ هتعيقوقاعوا على نفسهم احنا قلنا ان هم تلاتين لتلتمائة تريليون بس نسيت اقول ان هم يتراوح عددهم من تلت نش عددهم نوعهم مش كل واحدة نوع من تلاتين لتلتمائة تريليون مش نوع واحد همهم انواع من تلتمائة نوع لألف وخمسمائة نوع المعدل في امريكا ألف ومتين نوع هنقول ألف للتسهيل فيه انواع كبيرة قوي وتحتها انواع صغيرة اكتشفنا علميا ان لو بداكل اكل مش صحي لحوم كتير الزات اللي فيهم ضبطات حروم وبدات حشرية وهورمونات وفراخ كتير واسمائة كتير كتير يعني اكتر من مرتين تلاتة في الاسبوع من كل الحاجات داية خصوصا اللي فيها الحاجات السيئة من كل الحاجات داية مش يومين تلاتة لحمة ويومين تلاتة انا عارف انا باهم انا بسرعة لا دا يبقى فتحة لكن اصدق مثلا كأنه يوم لحمة يوم فراخ يوم سماء بكتير بكتير ومش هيبقى ثلاث مرات في اليوم اللي فيه واحد من ثلاثة معوض يعني بكتير فاكتشفنا انه لما بيبقى يوم ولا يومين في الثلاثة في الاسبوع ومن غير المضادات الحقيقة واخدين بالنا بيدخل بقينا ايه ومفيش يقولك يعني عامل بيحلل اكل اكل للطعم بيموت البكتيريا دا مش كده بس في المحليات من غير ذكر برينتز مش هتكلم على برينتز محليات صناعية اه بتموت البكتيريا وتجننها في البطنينة او هنا الف ونوع فيه انواع معينة تفرق معينة قوي في البرنامج بتاعنا نوعين اسمهم وحاجة اسمها بكتيرويدتيز الفرميكيوتيز انا حتى بقوله مهمش كيوت لو زاد عدادهم هم موحشين بيهضموا الكربوهايدرات بطريقة جيدة يقول كويس يا دكتور بيهضموا الكربوهايدرات لها مش كويس كل دا بيروح لنا فبيساعدوني ان يبهضم الكربوهايدرات بكفاءة عالية زيادة عن ما انا عايز يعني الموزة 100 صعر لو هم عددهم كبير الفرميكيوتيز دولة 100 صعر كلهم هيدخلوا في الجوهل عندي فانا كده مفيش حوار ما بين البكتيريا سيئة انانية لان انا كنت انانين الاول باكن ايه الاكل ايه الاكل يفيد عملي على طول بكتيريا ضارة هو البرجر والهداج والايس كريم هم دولة الاكل الصناعي اللي هو فاقد اللغة هخلص اخر حتة دا عددهم زيد وزني يقل الفرميكيوتي نوع سيء عددهم زيد وزني يزيد طيب ايه اللي بيزود الكويس اللي بيزود الكويس ويقلل الوحش والعكس صحيح اكلك اكل زمان قديم ملوخية البامية رهيبة مليانة الياف ذائبة للبكتيريا رهيبة اكل زمان قوي دا اللي عملهولنا ربنا عنده حديث شيق وبيتكلم اللغة اللي بتتكلمها البكتيريا وجدار الامعاء لغة هنعتبر اني انا بتكلم مصري وروحت في الصين مفيش اي نوع من انواع التعامل اللغة مش عارف تتكلم مع احد الاكل الصناعي بيعمل كده في جسمنا داخل بتكلم لغة فورين ما بيعرفش كده اسم من الكلمة فنتيجة ايه مش عارفين نتعامل مفيش بيزنس ديل بص انت تاخد اللي انا عندي وانت تدين اللي انا عندك بص لتدركت علاقة سيئة على الال حرب اجسام مضادة تقرح في الامعاء تقرح في القولون تقرح القولون يتعصب يحصل فيه امساك يحصل فيه اسهال غازات وممكن ارتشح الامعاء وتفك انا بسميها مفصلات الامعاء الامعاء دي الجدار بتاعها زي سور الصين العظيمة في بواب مفروض اللي بواب الكتير دي محكومة ومقفولة من جوا لو الاكل صناعي بيكسر اللي بواب دي كلها والاكل اللي جاي حتى لو صحي فاول كم يوم بناكله بيتعبنا لان اكل كتير قوي اجزاء كبيرة بيدخل على الدم يحصل منه الجلوت اللاكتوس مش مستحميل اللاكتوس بتاع القلبان مش مستحميل الجلوتين 200 سنة بنستحميله ليه عشان اكلنا مكانش فيه مضادات حيوية وهرمونات وموبيدات حشرية وكان منظومة اكل صحي فكانت بيسمها تايت جونكشنز دي فعلا اسمها في الامعاء فعلا زونيلين و تايت جونكشنز كويس والابواب مقفولة مفيش حاجة بتدخل غير بالاذن الاجزاء الكبيرة بتاعت الجلوتين دي بتدخل على الدم تتعامل اجزاء مضادة يعمل دمار اكتر عندي سؤالين عشان حلقتنا قربت تخلص انا مش بساد الفرق بين البكتيريا والبيروس لا الفيروس ده حاجة يعني زي رسالة حملة لرن اي تروح لجسمنا تدخل هو مش خلية مش كائن حي يعني هو مش حي الفيروس برا جسمنا ميت عبارة عن رسالة عارفين او الميكرون او الحاجات اللي نسمع الاوميكرون والدلتا وكلام ده ده نوع من الانواع فيروس كورونا لكن الفيروس كورونا نفسه عبارة عن رسالة بتدخل جسمنا تتقري يتعامل بروتين يطلع فيروس شبهه تاني فهي عنده رسالة تتقري يطلع فيروس شبه تاني يروح لحدي تاني يتعامل فيروس فهو ده وجوده ولكن هو برا جسمنا مش حي قوي ده عبارة عن رسالة كأن انا بجيب فيروس من غير البروجرام ويندوز من غير البروجرام الماك وهو الفيروس في حد ذات ولا حاجة ده رسالة بيدخل يبوز الدنيا في البروجرام فهو الفيروس لكن البكتيريا لا ده كان حي ده خلية ده خلية وكان حي وعيشة جونا وبقى بالأعداد الرهيبة اللي حضرتك وأنواع بالمئات بنسمع ان في مشروبات بتنظف مشروبات لتنظيف المعدة من البكتيريا الضرة مشهورة جدا اسمها المية لا وجد المية ايه طبعا المية بس بجد هل في حاجات كده اني انا عندي يقولك ممكن كل اسبوع تروح عامل يوم مشروبات بس من الانواع الكذا وكذا وكذا اللي احنا مش هنقول اسمقها علشان بس تنظف مع موضوع البكتيريا الضرة دي اللي جوه جسمك يعني انا شايف فيها برضو هي مش تبقى حاجة وحشة بس برضو عارفها لما تكلمنا في حلقاتها قبل كده عن التحايل على نزول الوزن ثلاثة خمسة كيلو في اول اسبوع ايو بيزنس ام عشرين دقيقة بس طب ده كويس او لوحش وحش ليهم بس كويس لينا قوي ليه؟ بتدغيب 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 انا قلبت بطني بالي عشر سنين بطني مليانة بكتيريا وحشة جدا قررت النهاردة هبتدي اكل صحة هاعد سنين استنى بما ان هي عشرين دقيقة الافرز معدل بتاع البكتيريا يعني اليوم بتاعنا بسبعين حياة مش بسبعين سنة بسبعين سنة اليوم بتاعنا بسبعين حياة بسبعين حياة احنا حياتنا سبعين سنة هو اليوم بتاعنا بالنسبة له هم سبعين حياة يعني سبعين جانوريشن يعني على اخر اليوم شربت مية كويسة لعبت رياضة بطلت تدخين في خلال سبوعين من ثلاثةników القاسة تبدأ خلصانة والأمعاء هتلتأم لأن برضو إذا كانت البكتيريا عمرها قليل الأمعاء أكتر جدار بيتغير بسرعة في الجسم كله جدار الأمعاء في خلال يومين ثلاثة بيتغير كله يعني يبقى عندك أمعاء جدارها حيطة جديدة وسكين جداد جوه الشقة وشقة مش قولك تشتيب وصالة لا يعني لسه هقولك أنت في حمامك القديم كل ده في يومين ثلاثة طبعا يعني فيها مبالغة شوية بس هي فعلا يومين ثلاثة بس عشان شوف تأثيرة الكلينيكي في حياتنا هتاخد أسبوع لأسبوعين بس إيه الأمراض الرئيسية الكبيرة اللي زي كده عارفة هيباكرتز قال إيه من 2400 سنة مصدر كل ده في البن صح صح وطلع احنا مكناش فعلا يعني معرفش الراجل ده يعني احنا كل ما نيجي نتكلم بنرجع ل 2400 سنة استعمل الكركم استعمل خل التفاح استعمل العسل استعمل الجنجر الجنزبيل استعمل الصيامات الراجل ده كل ما بتفرج على حاجة عملها هي وزي جينيس من 2400 سنة قال في وقتها كلام ده ما في 2430 سنة اللي في عياته في ناس مكراسة حياتهم منهم اتنين بروفسورز عندهم هنا في كاليفورنيا اسمهم سوننبرغز كاتبين كتاب اسمه The Good Gut جوت اللي هي يعني الامعاب ده جوت جوت بروفسورز من ستانفورد يونيفورسري زوج وزوجة كرسوا حياتهم 25-30 سنة فقط البكتيريا ومعلومة لطيفة كده الفرين الرفيعة لما خدوا البكتيريا بتاعتها وحطوها في فراخ تخينة التخين خس والفراخ التخينة خدوا البكتيريا بتاعتها في الفراخ الرفيعة تخلت الموضوع اكبر بكتير قوي العملية دي ما نجحتش في البنادمين لان العملية مؤقتة عندنا اكتر شوية في عامل نفسية في ضغط نفسي في شوكولاتة مش موجودة عند الفرين عاجة زي كده بس قد ايه البكتيريا دي احنا مش عارفين اهميتها انا عارفة ان الموضوع ده انت بتحبه جدا ممكن اوعب تلات ساعة تاني ممكن اوعب تلات ساعة تاني وانت تتنورني بس انا احنا وعدنا المشاهدين ان حضرتك حد جدنا مرة كمان ان شاء الله متكلم في تفاصيل اكتر في حاجات تهمنا كلنا عشان صحتنا مشاهدين اشكركم على متابعتكم للحلقة دي ربينا خالق جونا حاجات حلوة كتير وحاجات نفعة كتير بكتيريا صديقة وبكتيريا نفعة حافظوا عليها وحافظوا على جسمكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من انتي رقلقة ربينا معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة